اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كميهة الفراولة نفسها سكر هنا كان جاوني زوج غميق نتع سكر الفراولة جاوني زوج غميق ونص سوف ندير زوج غميق ونص سكر كما لاحظت ودرت اول غميقة وراح ندير ثاني غميقة نقولوا غميقة في الشرق فقط للاخوات اللي دخلوا جدد بالمناسبة رحب فيهم ونقولهم مرحبا بكم في قناتكم ان شاء الله يعجبكم المحتوى وشكرا بزاف لكم اشتركوا على تعليقاتكم اشتركوا في القناة هنا يجب ان نخلطوا مليح السكر مع الفراولة هذه الكويفة جتني صغيرة ونريدها ندير حاجة كبيرة يجب ان ندامج مليح مع الفراولة ويجب ان نخلطواها تباتلي لكي تطلق كامل سواء التاحة هذه اللي سنطيبوا بها بدون اضافة اي قطرة ماء نخلطوا مليح السكر ونخلطواها في الثلاجة 24 ساعة تباتليلا كومبلي يعني انا خليتها الليلة كل ونهار بكل وطيبتها في الليل هنا كيما تشوفوا بعد ما اشبتتها مث الثلاجة يعني ما شاء الله كمية السوائل اللي خرجت من الفراولة مع السكر كمية السكر نحن نضيف تنجرة تكون شوية ثقيلة نضيفها الفراولة مع السكر كمية السكر نضيفها على نار نضيفها تطيب على راحتها لو كان نضيفها في النار سوف تفيد وتطلق راحت الحريق نضيفها نضيفها طرنش من الليمون هذه هي طريقتي ويجي هايل ونحتفظ فيه لمدة سنة هنا نضيفها 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 سوف تحافظ على الفراولة ثم لا تضيفها تقراس هذه الربارات سوف تضيف الفراولة تقراس يعني في ساعة تفزدنا هنا المجون كان طب بعد ما خليته تقريبا ساعة هو على نار قليل كما تشوفو خثار الله الله جا ما شاء الله نضيفه يبرد هنا كنت حطيت كنتيتي بش نصورها لكم جا هاي والله ما جاش حلو بزاف جا متوازن وجا ثقولية ماهو ثقيل ماهو خفيف للناس اللي متحبش بزاف المعجون ثقيل جاي هبب وان شاء الله مع فيديوهات اخرى مع موسم الفراولة على بلكم ارانا مع موسم الفراولة ومع الوقت راح يزيد البريتاحة نغتنمو الفرصة ونديرو معجون ونديرو تحليات بيها مدام هذا هو الموسم تحى نغتنمو الفرصة كيكون موسم الفراولة ندير المعجون ونحتفظ فيه لمدة سنة في الثلاجة للضيوف للولادي في طروبه لأي حاجة نحتفظ به في الثلاجة وان شاء الله كما قلت لكم في الفيديوهات القادمة نشارككم تحليات ووصفات بالفراولة هنا كنت قدرته في البورتمانجي محكمة الغلق ونحتفظ به في الثلاجة كما تحبيت تحبيت ديريه في الكنجيراتي المهم ما نطولش عليكم بززاف نقول لكم اللي مش مشتركة تروح تشترك في القناة وتنظم العائلتنا اللي مش يو تكبر بإذن الله وبيكم في الأخير طلوا بالزافر وحكم وانتظروني في وصفات أخرى وسلام والله عليكم